بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ومرحبا بالجميع موضوع هذا الحلقة متى تكون فراخ الكناري قادرة على التزاوج والإنتاج فبالنسبة لفراخ الكناري في عمر ستة أشهر تكون قد اجتازت فقط المرحلة الأولى وهي مرحلة البلوغ تكون في هذه المرحلة قادرة على التغريد فقط وليس على الإنتاج وبعدها تأتي المرحلة الثانية وهي فترة غيار ريش والتي تمتد هذه المرحلة ما بين شهر ونصف إلى شهرين وبعدها تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التصفية والراحة ونقصد بالتصفية وهي تصفية الحنجرة والمنقار وبعد انتهاء فراخ الكناري من هذه المراحل يكون عمرها وصل إلى تسعة أشهر وبذلك فجوابنا لهذه الحلقة هو تسعة أشهر تكون فراخ قادرة على الإنتاج والتزاوج هذا كان موضوع هذه الحلقة والسلام عليكم